حميد صياد منذ سبعينيات القرن الماضي يرى بعينيه بحيرة الرزازة التي تشبه حال العراق يستذكر الماضي بوقت كانت هي مصدر رزق له وللعديد من الصيادين أما الآن فهي تفتقر للثروة السمكية والخدمات السياحية المطلوبة الآن الصياد من أبو جد بحيرة الرزازة من السبعينات هذا الأرض الحضاري يعني انتهى ما بها لا سمش لا مي لا خدمات لا كل شي ماكو هسا طالب يعني بس شوية يهدو لها مي يحسون وضعيتها قابلتنا نصيد القطان البني هاي من السبعينات عحنا قطان خمس كيروات صيدة هسا كل شي ما بها ما بها غرر هسا المي هذا تعبان والله نطالب بيهدو لها مي شوية يعني ثاني بحيرة بالعراقية مساحتها 1800 متر يهدو لها مي المجاري أثرت عليها ما بها سم ما بها ميها تعبان حل حتى سواح قليلة تجيها كنز الرزازة ممنوع من رفض كربلاء والعراق بخيره السياحة هنا تواجه عائقا كبيرا في هذه البقعة الفريدة على خارطة العراق نفايات وأنقاض شوهت وجه الرزازة لا شيء يدهش الزائر سوى الحسرات على تاريخ تغطيه ألوان الفساد والأمنيات من الزائرين بتوفير ما يلزم للنهوض بهذا المكاد السياحي أحنا نتمنى من محافظنا محافظنا الرجال ما قصر داخل محافظة لكن الريدة بعد يتطلع إلى هاي الممكانة شوف العالم هاي جاي تيجي ويكون ممكان سياحي ممكان للراحة ممكان للمرافق صحيات العوايج جاي تيجي على هذا الإهمال وتيجي النص تيجي تخلص بس أحنا نطلب من محافظنا يتابع هاي بعض الاهتمام قد يزعف الرزازة وينعش اقتصاد هذه المدينة لتحافظ على ما تبقى من إرثها على مر الزمن فهي ثاني أكبر بحيرة في العراق مورد اقتصادي حاله كباقي الأماكن السياحية التي تعاني من الإهمال الحكومي يتطلب إعادة تأهيل حتى تعود العوائل إليه في مواسم السياحة من كربلا جاسم الهميم التغيير